السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الخميس 17-8 أغسطس طبعا القمر اليوم موجود في برج العذراء ورح يظل في برج العذراء لغاية الساعة 11-53 دقيقة من ظهر يوم السبت لينتقل القمر بعدها لبرج الميزان بما أن القمر موجود في العذراء خلينا نشوف إيش التأثيرات اللي رح تكون وإيش الزوايا اللي رح تكون اليوم بما أن القمر موجود في برج العذراء معناته اليوم منعود لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين الرياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب وبنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها نجد أن عنصر التنظيم يلعب في هذا اليوم خصوصا في مجال العمل دور مهم جدا ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاءهم أديا وعاطفيا ومننتقد أنفسنا ومنتوهم أمراض ما إلها أي وجود هذه الفترة طبعا تعتبر هي فترة ممتازة جدا للأشخاص اللي بدهم مثلا يعملوا إقلاع عن التدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات وبوسعنا أيضا اقتناء حيوان أليف مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية هي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثمانية وواحد وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عرقية اللي بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أو بتجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين وغير راضين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين بلوتو طبعا هاي الزاوية بدايتها اليوم اللي هو سبعة عشر ثمانية رح تبدأ ورح تستمر لحتى يوم واحد تسعة ذروتها يوم خمسة وعشرين ثمانية طبعا هاي الزاوية زاوية إيجابية يوم خمسة وعشرين ثمانية ساعة اتناعش واثمين وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل طبعا هي بتتشكل الذروتاعتها بتجعلنا نبدو أحيانا إننا خجلين ولكن ممكن أن نرد على أي شخص ممكن أن يثيرنا بعنف شديد وبندل على تحولات وتغيرات إيجابية في الجيش أو الأمن الوطني وبيتم التركيز على تطوير البنيات التحتية لقطاعات اللي هو القطاعي صناعة وصحة ومحاولة تطويرهما وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتراكم اليوم العمل أكثر من المعتاد لأنه اليوم رح يكون القمر موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فاليوم من كثفة العمل أو الالتزامات أو المشاغل أو تجهيز العمل ابتجدوا أنه فيه صعوب في إنجاز الكثير من هاي الأعمال لأنه ممكن بعضكوا يضطر للعمل وقت إضافي أكثر بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حولوا إيجاد الحلول وعلجوا المسائل الطارئة رخصوا عشان تقدروا تتوصلوا إلى اتفاق ابحثوا عن حليف أو عن دعم واتجنبوا الإساءة للأصدقاء والشركاء وحادروا من التراجع الصحي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بظل الرغبة قوية اليوم في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم اليوم الطاقة عالية جدا على المستوى العاطفي التقارب من الأحبة من الأبناء المناسبات الأخبار الجيدة الأمور اللي إلها علاقة باللباس أو بالاهتمام الشخصي الاهتمام بالنفس الأجواء جيدة فيه نوع من أنواع الحيوية والحماسة لمتابعة المساعي والتواصل مع المحيط ويعتبر هذا اليوم يعني من أوفر أيام الشهر وأفضلها حظا بتشعروا بالطمأنينة والراحة على جميع المستويات فعشان هيك لازم تستغلوا هذا اليوم بطاقة كوم القصوى برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا يبتنشغلوا اليوم في تنظيم أموركم البيتية والعائلية التركيز بما أن القمر في البيت الرابع معناته بيت وعائلة ومسؤولياتهم وما يحتويهم الأمر ممكن استجار بيت عطل منزلي تصليحات ترميمات مناسبة بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ببعض الحزن والتعب أو بتبحثوا عن ملاذ آمن أهم شيء ما تنتقدوا أقرب الناس لإلكم بتلمسوا وتوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة فعشان هيك تكون هادئ ومتوازن أيضا وتعرف كيف تعالج الأمور بشكل صحيح برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم نشاط عالي جدا إن كان بالحركة بالاتصالات بالتنقلات ولا أهم شيء تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء السفر داخل المدن أو أثناء تنقلاتكم لأنه من كثرة النشاط ممكن يصير بعض الأخطاء أو تسهش شوي لأنه مخك شغال بأكثر من موضوع مع بعض حاولوا إنكم ما تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار بسجل لكم هذا اليوم لقاء مهم أو اتصال مفيد بتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وبتقوم بزيارة أو بتلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة أو يعني اليوم أو بكرة يعني بيكون عندك نشاط عالي جدا قدرة الإقناع عالي جدا وحدثك قوي جدا يعني نتائج ممتازة جدا حتى على المستوى العاطفي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التركيز رح يكون على الأمور المالية فعشان هيك بتكون تخففوا من النفقات قدر المستطاع وبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع هاي أول ملاحظة طبعا اليوم رح يفتح لكم مجالات للمكسب المالي والدعم المالي استرداد مال ترتيب وضع فوتير معينة مطالبة بحق لإلك أو مال لإلك يعني الأجواء جيدة إجمالا ولكن في بعض الزوايا شوي ممكن تغرر فيك تعمل عندك رغبة للتسوق ممكن اليوم تناقش موضوع مالي أهمش أنك ما تتسرع في الاستثمارة زي ما حكينا وراجع التفاصيل وما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على أي عقد وحدد أهدافك بشكل جيد عشان تقدر تنجح اليوم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس لأن القمر خلص وصل لعندكم يعني بدأت مرحلة جديدة الآن وبصير في عندكم قدرة عالية جدا على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك فترى واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة وبتطرح أفكار جديدة وبتجتهد على إنجاح مشروع جديد في حماسة ووضوح في الأفكار عالية جدا حتى اليوم الرغبة بتقرب من الأحبة أو إتمام بعض الأعمال أو البدء بشيء جديد برضو وارد فعشان هيك اليوم لازم تتحرك بكل طاقتك لأنه اليوم برضو رح يكون الحظ بيدعمك شوي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر موجود في بيت المتاعب بما إنه موجود في بيت المتاعب لغاية يومين معناته بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وبسيطر التعب الشديد عليكم خلال هذا اليوم تشعروا إن طاقتكم نزلت للحضيد والحساسية عالية جدا ممكن تفكروا في إلغاء الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء حاول إنك تحمي نفسك من المحتالين وبتهدأ الوتيرة عندك وبتتراجع الأرباح والحيوية هي فترة محبطة جدا وبخيبة للآمال وأيضا أي شخص بيوعدك في شيء عادي جدا ممكن ما يوفي فيه وممكن تكون أنت مرتب على موضوع معين وحاجز موعد وفجأة تجد إنه تأخرت عن الموعد أو التغى الموعد فبدك تكون جاهز لهاي الأمور وحاول إنك تعمل بشكل روتيني وما تبادر بشيء جديد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء اجتماعي أو حتى يعني عندك في البيت يكون فيه لقاء عام أهم شيء إنه ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتعوا اليوم بحضور لافت وشعبية واسعة والرؤية واضحة وما يبي جوز إنك تجنب اتخاذ القرارات وخصوصا إذا ناقشت ودرستها وفكرت فيها إذا شفت النتيجة إنه بهذا القرار هو صح فاتخذ قرارك وما تتردد الأجواء داعمة لإلك وكمان اليوم ممكن تستغل أي شخص بتعرفه أو تستعين بشخص بتعرفه لمساعدتك بأمر ما أو لنصيحتك يعني في نوع من أنواع المساعدة السهلة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنه هذا يعتبر بيت السمعة يعني يا بيشهرك وبيجيب لك تكريم وترفيع وتعزيز علاقتك مع المسؤولين يا بتشوه سمعتك وبيجيك مشاكل ومصائب صعبة أنك تتجاوزها فعشان هيك اليوم استغلها لتدعيم وضعك والأمور اللي ممكن أنها اترفع من مستواك الوظيفي مثلا أو الاجتماعي وبعدين ابعد عن الأشياء اللي فيها مخاطرات أو مغامرات لا تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها وما تخالف القوانين برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو الأكاديميات التعليمية أو بداية الدورة أو امتحان جامعي أهم شيء أنك تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن فيه اندفاع فيه حماسة رح يترك أجمل الانطباعات عنك حتى على المستوى العاطفي مع الأحبة مع الطلاب اللي بيدرسوا معك إن كنت أنت في مجال التعليم برضو هذا الشيء بعزز منطقتك بشكل أكبر على مستوى القضايا القضائية والأوراق القانونية برضو ممتاز جدا يعني في عندك حيوية زي ما حكينا ممتازة اليوم بتطمئن خواطرك وبتختفي الهواجس اللي كنت تعاني منها من الأيام الماضية أو الأشياء اللي كانت مقلقيتك اليوم ممكن يجيك ردود عليها تعتبر هاي فترة إيجابية جدا حاول أنك ما ضيع عليك الفرصة على المستوى العاطفي أيضا ممتاز برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم التركيز رح يكون على الأموال المشتركة هو أفضل من الأيام الماضية بكثير طبعا لما كان القمر مقابلك بالأسد يعني أتعبك كثير نفسيا الآن هو تحرك للبيت الثامن فعشان هيك التركيز رح يكون على الأمور المالية اليوم بإمكانكم تتفحصوا حساب مالي مشترك وحاولوا أنكم بس تخففوا من النفقات مشترك أي مال مشترك بنك ضريبة مال الزوج الزوجي مال الشركاء هذا مال مشترك اسمه صحتكم أو صحت قريب لإلكم ممكن يكون بدها بعض الرعاية أو الاهتمام بدك تكون مرن وما تتنازل عن حقك بس شرط أنك تمتنع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحثوا عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وما تهملوا لا ملف ولا قضية ممكن اليوم اللي بده يأخذ قرض أو يهتم ببعض الدعم المالي اليوم مميز برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الآن موجود مقابلكم تماما فعشان هيك بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سوى في العمل أو في العاطفي الأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها إيجابية للمصالحة لترتيب الأوضاع للتقارب التبادل الفكري أو العاطفي ولكن زي ما حكينا أهم شي ضبط الأعصاب أهم شي ضبط الأعصاب هو بعد عن المشاكل قدر الإمكان خصوصا مع شركاء العاطفي تحديدا بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل في هذه الفترة لأن الضغط كبير والأوضاع شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة وإنت تعتبر الحلقة الأضعف لأن طاقتك ضعيفة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا